التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون عدد من المسؤولين في كوريا الجنوبية لبحث الملفات التي تخص علاقات البلدين ومن بينها نزع السلاح نووي الكوري الشمالي والخلافات التجارية بين سول والتوكيو واصطى نزاع تجاري بين كوريا الجنوبية واليابان اجتمع اليوم مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بوزير الدفاع الكوري الجنوبي جينجدو بمقر وزارة الدفاع في العاصمة الكورية حيث بحث الطرفان عددا من القضايا الثنائية تشمل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي وسبل تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية من القيود التجارية وهو ما سيقضي بوضع قيود أشد صرامة ووسط تعثر المحادثات النووية مع كوريا الشمالية التقى بولتون أيضا في زيارته لكوريا الجنوبية بمستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي جونج يونج اتفق الطرفان على ضرورة بذل الجهود الدولية من أجل ضمان الملاحة البحرية فضل عن ضرورة تحقيق تقدم في المحادثات النووية مع كوريا الشمالية يأتي هذا في وقت اخترقت فيه أمس طائرات روسية وصينية المجال الجوية لكوريا الجنوبية والواشنطن في حوادث مماثلة لدخول طائرات في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكوري هدفنا الرئيسي وأعلم أنه هدفكم أيضا وإظهار التحالف الأمريكي مع جمهورية كوريا أقوى لقد حافظ بالفعل هذا التحالف على السلام في المنطقة لفترة طويلة ونأمل أن نواصل القيام بذلك روسيا من جهتها أكدت أن الطائرات تجاوزت المجال الجوي ربما بسبب خلل فني معرفة عن أسافها العميق إزاء الحادثة ومتعهدة بإجراء تحقيق في القضية ترجمة نانسي قنقر